تبين لنا من خلال البيانات المتقدمة من هم المرجئون ومن هم المعجلون ومن هم المستعجلون البيانات المتقدمة عرفت هذه المجموعات وتحدثت عن جانب من مواصفاتهم عن جانب من مختصاتهم التي تميزهم حتى نستطيع أن نشخصهم في واقعنا الشيعي اليومي الحياتي ولذا فإنني سأضع أصابعي على هذه المجموعات هذا من وجهة نظري لا أفرض ذلك عليكم ما تقدم من بيانات إنها أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما سأشخصه هذا هو تشخيصي هذا هو فهمي لا أفرضه على أحد ولا أطلب من أحد أن يصدقه إنما أقول لكم دققوا النظر فيه قد توافقونني وقد تخالفونني هذا أمر راجع إليكم ولا أعبأ إذا ما وافقتموني ولا أعبأ إذا ما خالفتموني أنا لا شأن لي بما ستحكم به عقولكم إنما أطالبكم أن تحترموا عقولكم احترموا عقولكم المرجعون بالنسبة لي المرجعون هم المعممون أي معمم في الجو الشيعي هذا المعمم أكان من أفراد أسرتك أم كان من جيرانك أم كنت تشاهده على شاشة التلفزيون أم كنت تتابعه على الشبكة العنكبوتية أم أنك تصلي خلفه جماعة أم هو الذي يقال له وكيل المرجع أم ذاك الذي يرتق المنبر خطيبا حسينيا أم أولئك الذين تشاهدهم في أزقة النجف وكربلا بالنسبة لي هؤلاء هم المرجعون قطعا الذين يتابعونهم ويكونون معهم في الصف نفسه هم مرجعون أيضا لكنني أطلق هذا العنوان المرجعون بحدود الموضوع الذي أتحدث عنه أطلق هذا العنوان عمليا في الواقع الشيعي على المعممين المعممون هم المرجعون إلا إذا ثبت الدليل بخصوص هذا المعمم أو ذاك المعمم من أنه ليس مرجعيا لأن المعممين هم أتباع مراجع النجف وكربلا مراجع النجف وكربلا من خلال دراسة لسيرتهم ومن خلال تتبع لمؤلفاتهم ومن خلال تدقيق وتحقيق في أجوبتهم في فتاواه في كل شؤونهم بالنسبة لمراجع النجف وكربلا مرجئيون لا أقول بدرجة مئة بالمئة أقول بدرجة تريليون بالمئة هؤلاء مرجئيون حقيقيون وما جاء في الروايات من نهي عن أحاديث المرجئة وعن فكرهم وثقافتهم بالنسبة لي أفهم تلك الأحاديث بخصوص هؤلاء بخصوص مراجع حوزة النجف وكربلا إنهم مرجئة الشيعة أصحاب العمائم هم أبناء هؤلاء هم تلامذة هؤلاء هم على دين هؤلاء فكل معمم هو مرجئيون إلا أن يكون قد أخرج نفسه من دائرة الإرجاء هذه من هنا أقول المرجئيون هذا العنوان ينطبق انطباقا حقيقيا كاملا على المعممين فكل معمم مرجئي هو إلا أن يثبت بالأدلة من أنه ليس كذلك أتباع المعممين أتباع المراجع هم مرجئيون أيضا هؤلاء أصحاب مسلك الأرجاء إنهم واقفة هذا الزمان وقفوا أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء وقفوا في مرحلة التنزيل وأوقفوا الشيعة معه وقفوا عند حدود ضلالهم وقفوا عند حدود ثقافة العيون الكدرة القذرة هناك وقفوا وأوقفوا الشيعة معه ولذا في آخر الأمر سيقفون في وجه صاحب الأمر لا أتحدث عن هذا الجيل فقط إنني أتحدث عن كل الأجيال منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المرجئي البتري حوزة النجف المرجئية البترية فما أنتجت لنا إلا المراجع المرجئيين البتريين منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا فمسار الإرجاء والبترية مستمر كما يبدو لأن القوم لا يريدون الرجوع عنه المرجئيون هم المعممون من الآخر إذا أردنا أن نسلط الضوء على الواقفة زمان إمامنا الرضا صلوات الله عليه على مجموعة الكلاب الممطورة إذا أردنا أن نقف عند الكلاب الممطورة وهم كبار مراجع الشيعة زمان الإمام الكاب لكنهم صاروا كلابا ممطورا وقفوا في وجه إمام زمانهم في وجه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا أردنا أن نلقي نظرة على أحوالهم هناك أمور واضحة الأمر الأول طلبهم للزعامة والرئاسة أتحدث عن مراجع الشيعة زمان الإمام الكاب طلبهم للزعامة والرئاسة مع سرقتهم ونهبهم لأموال إمامنا الكاب هذه الصفة الأولى الواضحة فيهم الصفة الثانية عدم موسوعيتهم وعدم اطلاعهم الواسع بأحاديث الأئمة وهذا يكشف عنه جهلهم بمعاني الأحاديث التي تحدثت عن إمامنا الكاب ومن أنه قائم الأئمة إن شاء الله تعالى بهذا القيد وهذا مثال من الأمثلة سابعهم قائمهم إن شاء الله تعالى فهناك جهل واضح عندهم بالمعارف الحقيقية من معارف العترة الطاهرة من هنا فإن إمامنا الكاظمة قال للبطائني يا علي إنه علي البطائني يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير إمامنا الجواد أعطانا قاعدة تنطبق على هؤلاء وتنطبق على الواقفة عبر الأزمان إلى زماننا هذا القاعدة التي أعطانا إياها إمامنا الجواد الواقفة حمير الشيعة فلا تتبع لا تتبع الحمير الواقفة حمير الشيعة الصفة الثالثة من صفاتهم جهلهم بمعرفة إمام زمانهم لو كانوا عارفين بإمام زمانهم هل واجهوا وحاربوا وأنكروا إمامته لقد حاربوا إمام زمانهم حاربوا الإمام الرضا صلوات الله عليه هذه الصفة الثالثة الصفة الرابعة أسسوا دينا جديدا وفي ضوء تأسيسهم لذلك الدين أخذوا يشترون الذمم ذمم الشخصيات المهمة في الواقع الشيعي آنذاك كي ينضموا إلى دينهم الجديد الذي ابتدعوه أقرأ عليكم ما جاء مذكورا في رجال الكشي من حقيقة حدثنا بها يونس ابن عبد الرحمن صفحة 493 من رجال الكشي من الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات المتقدمة رقم الحديث 946 بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال مات أبو الحسن وليس من قوامه من قوامه من وكلائه إنهم مراجع الشيعة آنذاك أمثال البطائن والقندي وغيرهما مات أبو الحسن مات إمامنا الكاظم صلوات الله عليه وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير لماذا لأن الإمام الكاظم كان مدعا في الحبوس الإمام الرضا لا يتصدى للإمامة بحسب قانون إمام ناطق وإمام صامت هذه سيرة الأئمة صلوات الله عليه مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه من وكلائه من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم هذا هو الذي جعلهم يقفون ذلك الموقف ويؤسسون دينا واقفيا بمستوى دين الكلاب الممطورة أتحدث عن الكلاب البشرية الممطورة التي هسوأ من الحيوانات الكلاب مات أبو الحسن مات إمامنا الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موت وكان عند زياد القندي إنه زياد بن مروان القندي وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار إنها دنانير الذهب وهذه الأرقام ليست نهائية هذا الذي وصل إلى مسامع يونس ويونس لم يكن مطلعا على كل تفاصيله وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة إنه البطائني هذا الذي كان مرافقا لأبي بصير كان تلميذا لأبي بصير وصار بعد ذلك مرجعا من مراجع الشيعة وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك رأيت ادعاءهم الزعامة وسرقتهم لأموال الإمام الرضا وتأسيسهم لدين جديد فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق تبين علي الحق لابد أن تعرف من أن يونس ابن عبد الرحمن الذي تقول عنه الروايات من أنه أعلم الأمة بعد سلمان الفارس أعلم الأمة من الشيعة سلمان وبعد سلمان كما في رواياتنا يأتي يونس ابن عبد الرحمن لقد مال إلى دينهم في البداية يونس هذا مال إلى دينه وأعرض عنه لإمام الرضا ولكنه كان في حالة شك وتراجع عن شكه والتحق بإمامه ولذا تجدونه يقول فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق فإن الحق لم يكن واضحا لديه من البداية أية فتنة هذه أتعلمون لماذا لأن كل مراجع الشيعة كل علماء الشيعة وكل طلاب العلم الديني آنذاك وقفوا في وجه الإمام الرضا وأنكروا إمامة الإمام الرضا واتبعوا البطائن والقندي باعتبار أن هؤلاء هم المراجع الكبار تبعوهم على دينه وبقي هؤلاء على دين الواقفة إلى أن ماتوا على دين الضلال هذا يونس أيضا أثر فيه هذا الجو مع أنه من أعلم العلماء حتى إذا أردنا أن نقول من أن الروايات التي تحدثت عن أعلميته من بعد سلمان حتى لو قلنا من أنها بدرجة نسبية فمع ذلك ليس له من عذر أن يميل مع هؤلاء ولكن مال قلبه معهم فهذا هو الجو الشيعي العام والإمام الرضا لم يكن ظاهرا في الساحة أيام الإمام الكاضى ما هو الأمر سيجري في شعة العراق هكذا فالإمام الحجة ليس ظاهرا في زمان الغيبة فعينما يعلن ظهوره ويقف مراجع النجف وكربلاء لحربه فإن شيعة العراق ستلتحق بمراجع النجف وكربلاء أتحدث عن زمان الظهور الشريف ما هي هذه الوقائع قد حدثت إذا كان يونس ابن عبد الرحمن قد مال قلبه إليهم فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا تلاحظون هذه التعابير تشير إلى أنه مال إليهم في بداية الأمر فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه قال فبعث إليه من البطائن والقندي فبعث إليه وقال ما تدعو إلى هذا ما هذا الذي تقوم به إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف كف عن دعوة الناس إلى الإمام الرضا قال يونس فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عن الأئمة صلوات الله عليهم أما روينا عن الصادقين أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة الزمان هو الزمان والنهس هم الناس والمراجع هم المراجع الواقفة هم الواقفة أنا أقرأ عليكم من رجال الكشي الكشي هذا كان معاصرا للكلين الكشي هذا من علمائنا القدماء أعيد قراءة ما قرأته عليكم بشكل سريع أتمنى أن تتدبروا في هذه الوقائع وهذه الحقائق يونس يونس ابن عبد الرحمن هكذا يقول مات أبو الحسن مات إمامنا الكاب وليس من قوامه من وكلائه من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موتة وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه دعوت الشيعة إليه قطعا هو لا يدعو العباسيين إلى الإمام الرضا تكلمت ودعوت الشيعة إليه لأن الشيعة قد أعرضت عن الإمام الرضا تكلمت ودعوت الناس إليه قال يونس فبعث إلي القندي والبطائني وقال ما تدعو إلى هذا لماذا تدعو إلى الإمام الرضا وحق الزهراء لقد قيل لي لقد قيل لي مثل هذا وحق الزهراء وليس اليوم سنة ألف تسعمية وثلاثة وثمانين على ما أتذكر والله لقد قيل لي مثل هذا قيل لي اترك ما تقول ولك عندنا ما تريد اعطهني أكثر من هذه الأرقام التي تحدث عنها يونس ابن عبد الرحمن الذي قال لي لا زال حيا وقد أخذت معي شاهدا لأنني دعيت إلى مأدوبة الحكاية فيها تفصيل بعد أن مدحني ذلك القائل وقال لي ما قال وقال من أننا نحتاجك ونريدك أن تكون أستاذنا مرجعنا في قادم الأيام وأن وأن ولكن عليك أن تترك هذا الذي تقوله قال لشيخ نبطل من هذا الذي تحكي أنا كنت عارف ماذا يقصد لكن ني أردت أردت أن يسمع هذا الشاهد الذي جلبته معي قلت يا حكي هذا الذي أحكي أنا أحكي 24 ساعة فعلا أنا كنت أتكلم ليلا ونهارا قلت لم أنا أحكي 24 ساعة قال لهذا الحكي الذي معروف عنك بس أنت تحكي ما كان يجرع يقول لي يعني أن تترك حديثك عن أهل البيت وحق الزهراء هكذا قال لي ولم يكن الكلام من عنده كان مرسلا من المرجعيات من الزعامات من القيادات قال لي اترك هذا الذي تحكي وش تريد يصير قلت له شنو اللي أحكي هو يقول هذا الكلام وأنا أرجع مرة أخرى أقول له شنو هذا اللي أحكي وأنا أحكي 24 ساعة وأحكي كل شيء قال لي لا لا أنت تعرف هذا هذا الحكي اللي بس أنت تحكي قلت له يعني كلامي عن مقامات الأئمة وعن الإمام الحجة قال إيه هو هذا هو هذا الحكي ترك وتعال تعال درس فقه وأصول وفلسفة ما أنت أستاذ في هذه العلوم تعال درس في هذه الاختصاصات والأبواب نفتحها لك على مصارعها وشنو تريدي يصير هذه مرة ومثلها مرات كثيرة أنا ما دخلت في التفاصيل لأنني لا أريد أن أذكر الأسماء ولا أريد أن أشير إلى الأشخاص لست بصدد الورود في هذه الموضوعات الآن وإلا فأنتم تعرفونني لا أوفر أحدا بالتعبير الشعب العراقي ما عندي لحي أمسرح أي واحد أجيب وأمد هنا فبعث إلي وقال ما تدعو إلى هذا لماذا تدعو إلى الإمام الرضا إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف قال يونس فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة الأيام هي الأيام والناس هم الناس والشيعة هم الشيعة ومراجع الشيعة هم هم نذهب إلى فاصل المرجعون مثل ما قلت لكم المعممون إلا إذا قام الدليل في حالة معمم من المعممين من أنه على خلاف ذلك وإلا فكل معمم هو من المرجع من المرجع إنني أحدثكم بحسب وجهة نظري بحسب معرفتي بثقافة العترة الطاهرة وبحسب معرفتي بعقائد عقائد هؤلاء المعممين وبحسب تجربة المرجعون هم المعممون الذي يلبس عمامة عباسية إبليسية على رأسه أكانت سوداء أم كانت بيضاء هي عمائم النجف وكربلاء هذه هي العمائم العباسية الإبليسية الذي يلبس هذه العمامة هذه علامة إرجائه هذا مرجعي مرجعي أنتم خذوا هذه المواصفات وطبقوها على واقع المعممين سعيهم الدائم للزعامة سرقتهم لأموال الإمام الرضا هؤلاء هم الواقفة طبقوا هذه الأوصاف يطلبون الزعامة والرئاسة يسرقون أموال الإمام الرضا جهال بحقائق حديث أهل البيت لا يعرفون إمام زمانهم حق المعرفة ولذلك حاربوه وأنكروه أسسوا دينا جديدا وابتدعوه وأخذوا يشترون الذمم يشترون الشخصيات هذا أليس هو الذي يجري في النجف وكربلاء منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا بإمكاني أن أستعرض لكم تعريخ هذه الحوزة وأن آتيكم بالوثائق والمعطيات من كتبهم التي تخبرنا عن نفس هذا الذي تحدث عنه يونس بن عبد الرحمن عن الخندي والبطائن والحكاية مستمرة إلى يومنا هذا إذن المجموعة المؤخرة للمشروع المهدوي هم المعممون على الإطلاق على الإطلاق افتداء من المراجع وأولادهم وأصهارهم وعوائلهم من أصحاب العمائم مروراً بوكلائهم وطلابهم والحوزويين عموماً وانتهاءاً بخطباء المنبر الحسيني هؤلاء هم المرجئون والمؤخرون والمحاربون للمشروع المهدوي الأعظم قد لا يعلمون هذا لأنهم يعتقدون بأكاذيب المراجع وحتى المراجع فهم مقلدون يقلدون الذين سبقوهم وينقلون الأضالين نفسها ويقدسون الذين علموهم هذه الأضاليل فهؤلاء أعداء المشروع المهدوي بقصد ومن دون قصد وأنا هنا لا أريد أن أحاسبهم فلست الذي يحاسب الناس الذي يحاسب الناس هو إمام زماننا لا أنا ولا غيري إنما أشير إلى ضلالهم أنا لا أعبأ بهم أذهبوا إلى الجنان أم ذهبوا إلى النيران المشكلة ليس أنهم يذهبون إلى الجنان أو أنهم يذهبون إلى النيران المشكلة في الضلال الذي ملأوا رؤوسنا به وملأوا رؤوس أجدادنا وآبائنا من الأجيال السابقة وأولئك ماتوا الكلام عن الجيل الحاضر وعن الأجيال القادمة هؤلاء يعسكرون العساكرة لنصرة المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم الخطر هنا فأنا لا أتحدث عن الماضي الحديث عن الحاضر وعن المستقبل مشكلتنا كبيرة وكبيرة جدا إذن المرجئون هم المعممون بالنسبة لي لا يخرج من هذا الوصف إلا من ثبت الدليل بحقه من أنه خارج من هذا الوصف ترجمة نانسي قنقر